مجلس النواب مواضيع فرضت نفسها بحجم الأهمية التي لازمت فحواها تلك التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة الثالثة من دور الإنعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس فمع بدء الجلسة التي استمرت لما يزيد على ست ساعات تمت الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ليوافق المجلس على تحديد عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ليهم بعد ذلك بعرض قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية لجان المجلس النوعية الدائمة والموافقة على تلك الترشيحات بعدها توجه المجلس بحضور أعضائه من السادة النواب باستعراض الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة والتي بلغ عددها ثلاثين مقترحا برغبة وضعت يدها على مجمل القضايا والمواضيع المطروحة وفي المجالات كافة واحد يتقدم بجزء الشكر إلى الحكومة الموقرة إلى استجابتها العديد من الاقتراحات برغبة التي تقدمت بإلا قدمها الأخوان وأصحاب السعادة النواب خاصة في الدور التشريحي السابق هناك الأمانة العديد منها استمت استجابة إليها وفي مجموعة من المقترحات كنا نتمنى أن تتم دراستها بأكثر جدية خاصة جميع المقترحات هي عبارة عن حاجات وهموم ومطالب إلى المواطنين وهو حقيقة سواء في الجانب التعليمي أو الجانب الاجتماعي العام المواضيع التي طرحت اليوم في المجلس مواضيع كثيرة من أهمها مواضيع خدماتية مواضيع تخصص الصحة والتعليم ومن ضمن المواضيع الخدماتية ناشدنا سيدي ولي العهد بالنظر في موضوع منطقة الزلاق في المجمع الجديد اللي هو 1056 طبعا هناك أرض خالية ما زالت لم يعمل فيها أي شيء من التطوير فانتمنى إن شاء الله النظر فيها بأسرع وقت ممكن مع طبعا الخدمات الثانية شاكرين تعاون السلطة التنفيذية استلمنا رجل الحكومة على الاقتراحات التي قدمناها برغبة خلال الفترة التي راحت كون المجلس كنا في إجازة والإلى الآن ما تشكلت اللجان يعني ما فيه تشريعات بتكون في هذه الفترة واليوم عندنا انتخاب اللجان طبعا من الاقتراحات التي قدمتها كان الاقتراح بتثبيت الموظيفين العقود في وزارة الإعلام وهو اللي يشكلون تقريبا 50% من موظيفين الحكومة بعقود فهذه كان من الأشياء التي قدمناها ولله الحمد تم تخصيص اعتمار في ميزانية 2019-2020 وثم تمريرها بموافقة المجلس والحمد لله رب العالمين قضى شوط كبير يمكن أن تثبته للجماعة مع عدد بسيط وإن شاء الله بتكون هناك معالجة حق الجماعة الباديين وفي آخر مجريات الجلسة التي شهدت مشاركة فاعلة من قبل أصحاب السعادة النواب عبر تقنية الاتصال المرئي كل من مكتبه ومن داخل المجلس تم الوقوف عند بند ما يستجد من أعمال والذي قرر مجلس النواب ومن خلال نافذته الموافقة على الاقتراحات برغبة الستة عشر والمقدمة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى الحكومة نقاشات مستفيدة وسلسلة قرارات وجدول أعمال زخرة بالعديد من الملفات والأحداث التي شهدتها أروقة مجلس النواب منذ الصباح وحتى الساعات الأولى من المساء لتلفزيون البحرين محمد رشدت